يوم حزين عاشه قطاع غزة التسعيد العسكري للجيش الإسرائيلي يخلف ضحايا مدنيين في كل من شرق خان يونس وشرق مدينة رفاح جنوب القطاع كما سجل سقوط العشرات من الجرحة حسب وزارة الساحة الفلسطينية بيان للجيش الإسرائيلي أعلن عن قصف أهداف عسكرية تابعة لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية حماس ردا على إطلاق نار استهدف جنودا قرب الخط الحدودي وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي وجه عشرين قذفة استهدفت مواقع عدة على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة فيما أغار الطيران الحربي على موقع شرق منطقة هجر الديك ويعيش قطاع غزة على صفيح ساخن في إطار مسيرات العودة المستمرة منذ أربعة أشهر نجم عنها تصعيد عسكري خلف سقوط 148 فلسطيني منذ 30 من مارس الماضي تصعيد قوبل بانتقادات دولية وحقوقية كبيرة ترجمة نانسي قنقر